اشتركوا في القناة 12 عضوا من المجلس 12 عضوا شوريا اختيروا ليكونوا اعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي لعاهل البلاد المفدة ترأسهم سعادة السيد جمال محمد فخره النائب الاول لرئيس مجلس الشورى هذه اللجنة تهدف لصياغة رد يحقق تطلعات مملكة البحرين التشريعية ورؤى عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه يعتبر الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه هو خط وطريقة العمل لدور الانقاد القادم والخطاب السامي جاء وضح أدة نقاط مهمة كلها على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي داخل الأمور التي تهم المواطن في البحرين والأمور التي تهم المواطن الأمور التي تهم سياسة الدولة ككل بالنسبة لمحيطها الإقليمي والعالمي وإحنا الحمد لله نطلع أن نفعل رؤية جلالة الملك حفظ الله ورعاه بالنسبة للسلطة التشريعية والتعاون مع السلطة التنفيذية وباقي الجهات حتى رؤى الملك نحققها على أرض الواقع وإن شاء الله نتشرف بتقديم الرد على الخطاب السامي لسيدي جلالة الملك في الوقت اللي نحن نجتمع الحين ونعدله لجنة الرد على الخطاب السامي لجنة تأخذ على عاتقها دراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده ويرفع الرد بعد ذلك إلى مقام جلالة الملك المفدى بعد إقراره في بداية كل دور بعد الاستماع إلى الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى يتم في مجلس الشورى وأيضا في مجلس النواب تشكيل لجنة تسمى لجنة الرد عارة يتم اختيارها بشكل مشترك من كافة اللجان المشكلة في المجلس لتولي الرد وصياغة خطاب يليق بالرد على المقام السامي خطاب المقام السامي اللي هو الافتتاع فتاح الدور هذه اللجنة هالمرة الحقيقة في مجلس الشورى في تقليد أن عشرة يكون فيها عشرة دائما بحيث ما يتكرر الاسم ويتكرر فقط فيها النائب الأول والنائب الثاني حتى تتاح الفرصة للجميع للمشاركة في صياقة الرد أعضاء مجلس الشورى أقروا التشكيلة النهائية لعضوية اللجان النوعية الدائمة بالمجلس وفقا للاختراح المقدم من قبل مكتب المجلس علاوة على تزكية أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وانتخاب رئيس ونائب رئيس للجان بالتوافق ما بين أعضاء كل لجنة على حدة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين